كين في الثمن فرق دول كان مفاجأة بالنسبة لك أنه يصل لدور الكوارتر فاينل؟ هو أولاً الغريب بالنسبة لي أن فيه ثلاث توالد صعدوا على حساب ثلاث أوائل في الثمن فرق وديه ظاهرة غريبة جداً يعني ما أعتقدش أن أي بطولة فيها صعد توالد ممكن يكون ثلاث إحنا سعد أربعة توالد خمسة وسبعين في المئة منهم نجحوا أنهم يعبروا على حساب الأوائل سويسرا كانت صعدت ثالث صعدت على حساب فرنسا أوكرانيا كانت ثالث صعدت على حساب السويد التشيك كانت ثالث وصعدت على حساب هولندا فأنت بتتكلم عن مفاجآت فعلاً بالجملة فأنا بالنسبة لي مثلاً سعود مؤكد مؤكد إحنا تكلمنا عن سعود سويسرا يعني دي هي المفاجأة الأكبر والأعظم منتخب أوكرانيا منتخب قليل الخبرات ومنتخب شاب أنه يسعد طبعاً يمكن الحظز يخسعده أن السويد سبحان الله هي اللي خادت صدارة المجموعة فقابل السويد بدل ما يقابل أسبانيا فقدر يتعامل معها ويمر من خلالها وطبعاً أكيد كانت مفاجأة التشيك قدام هولندا وإن كان المنتخب الهولندي مش مقنع قوي حتى فضل الله مع الثلاث انتصارات وكل حاجة فرانك ديبور وإحنا برضو تكلمنا واتنأشرة في الموضوع ده أنه مش هو المدرب المناسب لمنتخب هولندا وكان بيلاقوا انتقادات يعني شديدة قبل البطولة ويستحقها هذه الانتقادات وكمان المفاجأة مش عظيمة بالنسبة لأنه كمان منتخب تشيك ليه تاريخ من أيام ما كان تشيك سلوفاكيا لحد ما كان في نهاية 96 مثلاً وقدر يصعد وزائد إن عنده مش أسماء سوبرستارز بس هو أنت عارف المنتخبات اللي لها تخاليد يعني اللي عندها تاريخ يخليها تدخل أي مواجهة وهي لأ أنا أقدر أكسب لأن أنا زمان كسبت زمان أنا كنت منتخب بطولات فبالنسبة لي ما كانتش مفاجأة صاريخة قوي فممكن نحصر المفاجأة في صعود سويسرا رقم واحد ثم أوكرانيا رقم واحد صحيح